السلام عليكم جولة إخبارية مهمة وهناك خبر عاجل من عند مستشار ألمانيا أولف شولتس الذي أعلن وطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي كما نشرته الصحافة الألمانية في هذه الأثناء طلب منهم رفع الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وقال أولف شولتس يجب إرسال رسالة إلى روسيا مفادها بأن الدعم العسكري لأوكرانيا مستمر ولا ينخفض وحسب نظرة أولف شولتس مستشار ألمانيا هو يظن ويقول إذا ارتفع الدعم العسكري فإنه هذا الأمر سوف يعجل من السلام وليس العكس كما يظنه البعض حسب رأيه ألمانيا أعطت أيضا هذه السنة مساعدة مالية كبيرة ووعدت ألمانيا أيضا بإعطاء مليارات كثيرة لأوكرانيا لكن مستشار ألمانيا منزعج بأن ألمانيا هي رقم واحد في الدعم المالي والعسكري خصوصا الدعم المالي لأوكرانيا وقال بأنه يطلب من باقي الدول الأوروبية أن ترفع دعمها المالي لأن المساعدات التي تتلقاها أوكرانيا أكثر من نصف المساعدات المالية تأتي من ألمانيا هذا الأمر أيضا يعني تكلم عنه وزير المالية خيسيان ليندنا من حزب FDP الليبرالي الذي قال لا يمكن أن يستمر الأمر بأن ألمانيا تعطي الكثير من المساعدات لأوكرانيا وباقي الدول تعطي فقط القليل وطلب أيضا وزير المالية يعني هو أيضا يدعم ويطلب بزيادة المساعدات لأوكرانيا لكن يطلب أيضا من باقي الدول الأوروبية أن تزيد المساعدات المالية والعسكرية أيضا لأوكرانيا أيضا أصدقائي نشرت الصحافة هذا اليوم استطلاعا للرأي عملته مؤسسة إنسا لجريدة بيلد أمزون طاق حول شعبية الأحزاب في ألمانيا ولاحظوا الآن معي آخر استطلاع للرأي حزب SPD الاشتراكي الذي ينتمي له مستشار ألمانيا 14% حزب CDU وشقيقه CSO الاتحاد المسيح الديمقراطي والاتحاد المسيح الاجتماعي الذي يوجد بالمعارضة 31% حزب الخضر الذي يوجد بالحكومة 13% حزب FDP الليبرالي الذي يوجد بالحكومة فقط 4% بـ 4% لو استمر الوضع على ما هو عليه للانتخابات التي ستجرى في خريف 2025 لن يدخل إلى البرلمان للدخول إلى البرلمان عتبت الخمسة بالمئة مهمة حزب البديل 21% نلاحظ بأنه نقصت له نقطة واحدة كان في استطلاعات الرأي السابقة بـ 22% بعد خروج الفضيحة لبعض أعضاء حزب AfD البديل الذين اجتمعوا مع اليمينيين المتطرفين وعملوا خطة سرية لترحيل اللاجئين والأجانب وحامل الجنسية الألمانية من أصول مهاجرة وأجنبية إلى آخره نزلت شعبية الحزب لكن فقط بـ 1% حزب اليسار فقط 4% وأيضا بـ 4% لا يمكنه أن يدخل إلى البرلمان يحتاج إلى 5% الحزب الجديد لزاغا فاغن كنيشت الذي تأسس بهذا الشهر أول استطلاع للرأي يضعه بـ 7% يرغبون بالانتخاب على حزب زاغا فاغن كنيشت التي ترغب بتقوية الدولة الوطنية أكثر من مثلا الاتحاد الأوروبي التي ترفض تطبيق بعض القرارات للاتحاد الأوروبي التي لا تتماشى مع مصلحة ألمانيا واقتصاد ألمانيا ومع العقلانية التي ترغب بعودة العلاقة الطيبة مع روسيا التي ترغب بتقليل التبعية الأوروبية والتبعية الألمانية لأمريكا التي ترغب بأن تجعل من ألمانيا دولة محايدة تهتم فقط بالأمور الاجتماعية التي ترغب برفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا التي ترغب بسياسة لجوء صارمة وترغب بوقف الهجرة الغير شرعية لكن ترغب أيضا بتقوية الفقراء ودعم الفقراء ودعم الطبقة المتوسطة وعمل ضرائب أيضا على الأغنية وهي من ناحية الهجرة الشرعية متفتحة أيضا جدا وهذا الصوت الجديد وهذا الحزب الجديد على ما يبدو أنه بدأ ينال شعبية في ألمانيا والآن هم مع سبعة بالمئة في خايا فيلا الناخبين الأحرار اثنين بالمئة وباقي الأحزاب أربعة بالمئة عملوا أيضا سؤال لمن تم استطلاعهم لو كانت عندكم فرصة أن تنتخبوا مستشار ألمانيا من ستنتخبون أولف شولز المستشار الحالي من حزب اسبيد الاشتراكي أما فخيد غيشماتس المليونير رئيس حزب تسي دي او الاتحاد المسيحي الديمقراطي نلاحظ بأن أولف شولز حسب المستطلعين للرأي قالوا 21% مستعدين ويرغبون به كمستشار ألمانيا 28% يظنون بأن فخيد غيشماتس هو من يستحق أن يكون مستشار ألمانيا 5% يقول ليس عندهم رأي لا أعلم 46% يقولون لا أولف شولز ولا فخيد غيشماتس كلاهما لا ينفعان أن يكون مستشار لألمانيا ننتقل أصدقائي أيضا إلى خبر آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية نعلم وأخبرتكم بأنه بيوم التاسع من شهر 6 يونيو 2024 سوف تعرف أوروبا وجميع الدول الأوروبية انتخابات جد مهمة هي انتخابات البرلمان الأوروبي الآن كل الأحزاب بدأت تستعد لخوض المغامرة الانتخابية وكثير من الناس الذين حصلوا الآن على الجنسية الألمانية أو سيحصلون عليها بالأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة سوف يتوصلون بالشهر الخامس تقريبا برسائل من عند البلدية من أجل الانتخاب للبرلمان الأوروبي وهذه دعوة لكل من يحمل الجنسية الألمانية بالانتخاب لأنه جد مهم من يجلس في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي هم من يحددون القوانين التشريعية التي تمشي علينا جميعا لكن هناك قلق كبير من أن الأحزاب اليمينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة بأن تسيطر على البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي به 720 مقعدا وهذه المقاعد يتم تقسيمها بين الدول على حسب عدد سكانها أعلى مقاعد هي لألمانيا لأن ألمانيا عدد سكانها 84 مليون نسمة ألمانيا تحصل ولديها 96 مقعدا فرنسا 81 إيطاليا 76 إسبانيا 61 بولندا 93 رومانيا 33 هولندا 31 بلجيكا 22 التشيك البرتغال السويد هنغاريا واليونان كل دولة 21 مقعدا النمسا 20 بلجيكا 17 سلوفاكيا 15 الدنيمارك أيضا 15 فلندا 15 إيرلندا 14 كرواتيا 12 لتوانيا 11 لطفيا 9 سلوفينيا 9 إستونيا 7 اللوكسنبورغ مالطا وقبرص ستة مقاعد البرلمان الأوروبي كما قلت لكم يتكون من 720 عضوا هات 27 720 عضوا يعملون فيما بينهم ائتلاف يعني الأحزاب اليمينية تعمل ائتلاف فيما بينها الأحزاب اليسارية تعمل ائتلاف الأحزاب الليبرالية ائتلاف أحزاب الخضر ائتلاف وهكذا وهم من يشرعون القوانين ويحددون سياسة الاتحاد الأوروبي من ناحية التشريع العلاقات العالمية التجارة السلم التغيير المناخي الهجرة الأزمات الدولية فمن يسيطر على الاتحاد الأوروبي هو من سوف يسيطر على أمور مهمة التي تهم أيضا حياتنا وتهم أيضا الحرف في أوكرانيا تهم الأزمات العالمية تهم أيضا سياسة الأوروبيين مع اللجوء مع الهجرة لذلك الآن بدأت جميع الأحزاب تتصارع فيما بينها وجميع الأحزاب الآن بدأت تعلن برنامجها الانتخابي للبرلمان الأوروبي حزب اسبيد الاشتراكي الذي ينتمي له مستشار ألمانيا عقدوا هذا اليوم مؤتمرا حزبيا وعينوا السياسية من حزب اسبيد الاشتراكي حضر أيضا إلى المؤتمر مستشار ألمانيا أولاف شولز وعينوا كاتاغينا بارلي وكاتاغينا بارلي قالت بأنها ترغب أن تقود حزب الاسبيد الاشتراكي إلى الانتخابات الأوروبية وأعلنت يعني اليوم عملت أيضا أعطت برنامجها ترغب بالوقف التمدد اليمين المتشدد والمتطرف داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وترغب أيضا بتقوية الديمقراطية وأيضا تهجمت في كلمتها على رئيس وزراء هنغاريا المجر أوربان الذي اتهمته بأنه أكبر عدو لأوروبا لأنه أوقف عدد كبير من القوانين الأوروبية من بينها دائما يوقف الدعم لأوكرانيا وأيضا يرفض دخول السويد إلى حلف الناتو العسكري أيضا أصدقائي يوم أمس كان هناك مؤتمر للحزب الجديد بي اس في لزاغا فاغن كنيشت الذي يرفض القوانين الأوروبية التي لا تتماشى مع العقلانية ويرغب بتقوية الدولة الوطنية ويرفض استمرار دعم الحرب في أوكرانيا ويطالب بإحلال السلام في أوكرانيا وتقوية والبتء بالمفاوضات ويرغب بحيادية الدول الأوروبية واستقلالية أوروبا كما يقول حزب بي اس في من أمريكا وأيضا يرغب بتنظيم الهجرة وتقليل اللجوء وإعادة شراء الغاز والنفط من روسيا حزب البديل تقريبا في برنامجه الانتخابي الأوروبي يشبه شيئا ما أفكار بي اس في حزب زاغا فاغن كنيشت لكن حزب البديل آيف دي يختلف معه بالمسألة الخاصة باللجوء والهجرة لأن حزب آيف دي يطالب بقرارات أكثر صرامة لخصوص الهجرة واللجوء وحزب آيف دي يرغب أيضا كما قالوا بأنه إما يغير الاتحاد الأوروبي ويضعف سلطة الاتحاد الأوروبي أو أنه ممكن ألمانيا بالمستقبل تخرج من الاتحاد الأوروبي أيضا كان هناك اجتماع لحزب اف دي بي الليبرالي الذين أعلنوا أنهم يرغبون باستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا وإرسال جميع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا وتم الآن تعيين سياسية اسمها شتاكات سيمامان هي شخصية معروفة بحزب اف دي بي الليبرالي لقيادة الحزب بالانتخابات الأوروبية وفي كلمتها قالت هذا اليوم بأن مستشار ألمانيا أولف شولز لا يمثلها وقالت هو ليس مستشاري لأنها غاضبة من مستشار ألمانيا أولف شولز خصوصا بالمسألة الأوكرانية وهي دائما تنتقده وتقول له أرسل جميع الأسلحة كيفما كانت لا تقلق لا تفكر كثيرا أرسل جميع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لكن مستشار ألمانيا لا يرغب بالتصرع مستشار ألمانيا لا يرسل الأسلحة الخطيرة والأسلحة الفتاكة كي لا يكون الأمر إعلانا للحرب على روسيا وهذا الأمر يغضبها لذلك قالت هو لا يمثلني في هذه المسألة وحزب اف دي بي الليبرالي يرغب بالدخول إلى البرلمان الأوروبي بنهج البقاء على استمرار الدعم العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا آخر خبر نتكلم فيه أصدقائي على ما نشرته الصحافة البريطانية التي بدأت تستهزئ من الاقتصاد الألماني ومن ضعف الاقتصاد الألماني حيث نشرت جريدة فينانشل تايمز البريطانية بأن الاقتصاد الألماني شكله يشبه سيارة عملت حادثة سير بسبب أن الاقتصاد الألماني إذا قررناه مع اقتصادات جميع الدول الكبرى إذا قررناه مع الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الصيني الاقتصاد البريطاني الياباني الفرنسي الكوري الجنوبي إلى آخره الاقتصاد الألماني هو الاقتصاد الوحيد الذي انكمش الذي عمل ناقص الذي نزل الذي ضعف بصفر فاصلة ثلاثة بالمئة فهذا الأمر كان غريبا بالنسبة للبريطانيين لدرجة أنهم بدأوا يستهزئون من الاقتصاد الألماني ومن سياسة التسيير ومن ضعف الشركات والمصانع التي لم تعد تسير العصر ولم تعد تسير المنافسة العالمية لأن الاقتصاد الألماني أكبر مشكلة عانا منها هي مشكلة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا ارتفعت مصادر الطاقة توقفت ألمانيا على شراء الغاز الذي كانت تشتريه رخيص جدا من عند روسيا لأن روسيا كانت تعمل أسعار مميزة لألمانيا أرخص من أسعار السوق بعد الحرب ارتفعت الأسعار توقفت ألمانيا عن شراء الغاز الروسي ألمانيا ليست بتلك الدولة التي عندها غاز ونفط تستطيع مثلا أن تستغني لا بدأت تشتري الغاز المسال من دول أخرى بأتمينة باهضة ألمانيا لم تبدأ بسياسة الطاقة النظيفة طاقة الرياح أو طاقة الشمسية التي تغطي احتياجات الدولة فكانت تضطر لشراء الغاز والنفط من دول أخرى هذا الأمر رفع الأسعار وزاد الضغط ونقصت المنافسة للشركات الألمانية لدرجة أن ألمانيا لم تعد تستطيع يعني منافسة كما كانت بشكل كبير صناعة السيارة الكهربائية أو بعض الصادرات استطاعت الصين أن تتفوق على ألمانيا لأن الصين ما زالت تحصل على الطاقة الرخيصة بينما ألمانيا تحصل على الطاقة مرتفعة إلى آخره فكان هناك شيئا ما من الاستهزاء الاقتصاد البريطاني الصحفة البريطانية من الاقتصاد الألماني حولت أن أقربكم بمجمل الأخبار الهمة بصراحة بدقة دون زيادة أو نقصانة ومبالغة أو نشر إشاعات وكذب كما تعودنا على الصراحة والصدق بهذه القناة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء